طبعاً أولاً الحمد لله على السلامة أنا برحب الفريق وبوصوله هنا لنيامي دي فعلاً تاني مرة يكون ليا شرف أن أنا استقبل الفريق هنا في النيجر خلال فترة خدمتي طبعاً الماتش ده هيكون بداية بإذن الله لأن احنا نحصل على البطولة للمرة الحداشر أعتقد إذا كنت لم أكن مخطئاً يعني وطبعاً أنا بتمنى للفريق كل التوفيق ويسعدنا جداً أن هم يكونوا موجودين يعني بندعمهم من قلبنا تماماً ونتمنى لهم كل التوفيق بالإضافة لكده طبعاً أنا وزملائي في السفراء سبق أن احنا نصقنا من جانب مع النادي الأهلي هما الحقيقة يعني بدروا بالاتصال بينا من قبل ما يوصلوا بفترة كافية واتعاملت الترتيبات اللي كانت مطلوبة مننا وكل حاجة ماشية تمام وزي ما حدثتك شفت كده هما وصلوا الوصول كان سالس الحمد لله وهيبدأوا بقى نشاطهم من بكرة بيلعبوا قدام فريق الحقيقة يعني مهم هنا هو ونتمنى لهم يعني كل التوفيق إن شاء الله في المباراة اللي هيدوها طبعاً الفريق اللي هما يوجوه هنا زي ما قلت الحدثة قوي النيجر مستعدة هما شعب محب للكرة فهتلاقي حضرتك إن هيكون فيه إقبال على المباراة وفي ذات الوقت يعني هيكون فيه كلنا هنكون موجودين طبعاً بإذن الله في المباراة هيكون فيه الترتيبات كلها معمولة ومتجهزة يعني أنا أتصور إنها بإذن الله تكون يعني مباراة ممتعة بإذن الله أعتقد هذا وكان فيه مباراة لجزائر من يومين وأعتقد إن كان فيه شيء من الحضور الجماعيري أنا يعني مش متأكد من الترتيبات بس هم بنعرفها في خلال الـ 24 ساعة دول طبعاً يعني المسألة حظرت ببعض الاهتمام الإعلامي يعني في إطار الاهتمام العام بالرياضة وهم مهتمين بالفريق طبعاً جداً والتخطيئة بتاعته هتكون كويسة بإذن الله آه طبعاً في بعض الترتيبات في بعض الناس عزمة دوعية جالية هنا مش كبيرة الحقيقة جالية محدودة جداً يعني لكن الناس يعني هتكون موجودة فيه البعض هيكون موجودين البعض دوعية وبالفعل وهنشوف دلوقتي الترتيبات عاملة زي إحنا بننصق برضو مع النادي من ناحية وبننصق مع الاتحاد من ناحية التانية نبقى متأكدين يبقى فيه التمثيل المناسب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر